شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنجاز صفقة تبادل جندية هذا ودعت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي إلى التحرك وتخذ قرار بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة إن الجهود تتركز الآن على منع إسرائيل من ارتكاب جريمة إخلاء قطاع غزة ووقف الحرب من وجهة نظرنا فإننا نرى أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويتحرك فوراً لوقف القتال وإنقاذ رفح من هذه الكارثة الوشيكة وكما تعلمون نود أن نرى مجلس الأمن يتصرف بأسرع ما يمكن في حدود ولايته وسلطته